بأدوات بداية بسيطة تلبي الصناعة التقليدية في مدينة عد البقر حاجة زبنائها بمنتوجاتها المختلفة فجودة المنتج بصمة لا تفارق منتجات الصناعة التقليدية التي تعتمد نهج الإتقان والمهارة وبعث جمال الأصالة وبساطة الماضي فتعدد منتوجات الصناعة التقليدية وتنوعها بالإضافة إلى مزاوجتها بين مستلزمات البدو والحضر ميزات مكنت المنتوج التقليدي في مدينة عد البقر من مواكبة أذواق السوق واستمالتها الصناعة التقليدية هم الحمد لله الصناعة أهلها فرهة ويعرف الصناعة التقليدية عموماً رجال ونساء شوف يعدلوا هذه الحمد لله نساء أن يعدلوا هذا الشغل العجيب بها الجمال لكن يقلنا بليدة نعود فيها متمركزين رافدتنا رجال ونساء وفات الحاكم الجديد يجازه بالإحسان أن أمنانا ببليدات إلاثين تعطيهمنا إلا تموا معاطيان لديهم تحولوا إن شاء الله وشورهم بصناعة تقليدية رجال ونساء تلقى ما تقدمه الصناعة التقليدية في مدينة عد البقر بفضل مهارة اليد العاملة وحلاقتها إقبالاً يعكس مدى جودة الخدمة وإتقانها فلا مجال يستعصي على أناقة ذكر رواب هذه الحرقة ندافع نسررهم ونقلفهم نعدل خسارهم كاملين تبارك الله نقل جيل شيء منهم يقلبين الحمد لله والغلل واسرير والقبض ومشاكلهم كاملين والعادة الواحد ما يطيل أخوه والله يقربش والله ما تزال الصناعة التقليدية تتعاطى مع حاجة الموريتانيين بعدتها البسيطة وأدواتها القليلة إصلاح المدافع وما تتعرض له من خلل كأعطاب غرفة الطلقة وعلبة الترباس والزناد وكذا تقويم خط التصويب هذا هو تخصص ياربا والإحبيب الذي يعد واحداً من أمهر الصناع التقليديين في مدينة عبدالبقر عبدالله صوفي قناة الموريتانية مقاطعة عبدالبقر